السلام عليكم اهلا ومحبا بكم عندي واليوم قراءة لعزيزي برج الحود الشمسي والقمري والطالع لشهر جوان او يونيو او هزيران ولا تنسوا انها قراءات عامة ومعممة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا او كليا وقد لا تنطبق على البعض الاخر لذلك لا تنسوا استشارات برجكم الشمسي والقمري والطالع غادي نشوف القراءة وغادي نشوف ما هي ناصحات الملائكة وكانت من لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يرضي الحبيب ولا اتمنى لكم حظ سعيد فقط في هذه القراءة بل في حياتكم يا رب اتمنى لكم حظ سعيد لنبدأ بسم الله هذه غادي نخلوها مدامت تريد ان تتكلم الكارت فلنتركها خلوها هنا يا عزيزي برج الحوت اه في هذا الشهر انا ارى كثرة الرزق المادي ستتلقى مبلغ معين من المال لكن خارج الراتب الشهري اذا كنت يعني كتشتغل اذا كنت تعمل وخا يعني مال اضافي انا غجون اكستخا وخا اه هو اه يعني هذا المال هو عضاء ورزق مادي سماوي وخا ربما انت بسبب الدعاء وكنت تنتظر هذا المال وسيصلك ان شاء الله قريبا في هذا الشهر وخا بنواصل هادي احتهية تريد ان تتكلم فتعالي معي الجمعية هادي كذلك تريد ان تتكلم معان طاقة نارية كنشوف هنا يا طاقة نارية البعض منكم اه يحاول فقدان الوزن بعد شهر رمضان البعض منكم يعني اه تخلى عن الحلويات والنشويات والمعجنات بغض الضعاف مزيان مزيان اذا لنرى ما هي طاقة المرتبطين فهادي بغض تهضر عزيزتي بالنسبة للمرتبطين انا اعرى انك احيانا تشك في الحبيب تشك في الحبيب لانه لا يتكلم عن الزواج وعن الاستقرار نعم وهذا ليس لانه لا يحبك بل فقط عدم الثقة هو يراك انت يراك انت بحل انسان مقدس يراك يعني انت انسان يعني في الاعلى يعني في العرش نعم يراك كالنجمة يعني عالية وهو يعني يرا نفسه يعني بحل انت جالسة في العرش هو قدام رجلك همتوني يعني هو يحس بعدم الثقة وكيحس انه لا يمكنه اعطاؤك ما تستحقه اذا اسباب عدم تكلم الحبيب عن الزواج والاستقرار هي فقط يعني اسباب مادية وخا وليست عدم الحب وهذه الاشياء التي تفكر فيها انت وخا يعني البعض منكم انا ما زلتم مع المرتبطين البعض منكم بنسبة للمرتبطين لديكم لديكم علاقة اا في السر يعني تعيشون يعني علاقة في السر قداما هناك يعني احدكم يعني مرتبط او متزوج لكن البعض منكم بالنسبة للمرتبطين ما زلتم مع المرتبطين عندكم اا علاقة السر وانا اتكلم مع الرجال والنساء دائما ما تنسوجوا انا قراءاتي معامة ما كانت كلم على النساء والرجال والمتزوجين والكل وخا لنواصل نحن ما زلنا مع المرتبطين اا قلنا ان المرتبطين البعض منكم هناك شك لان الحبيب لا يتكلم عن الزواج والاستقرار لكن هي فقط عدم اثيقة والبعض الاخر منكم بالنسبة لمجموعات المرتبطين تعيشون علاقة في السر نعم وانت تحتاج لان يعني لان نوضحها لك يعني ما مصدر هذه العلاقة يعني عييت عييت انتيا وماذا سيفعل بالطرف الآخر وخا والطاقة بالنسبة هي طاقة ترابية وآآآ نارية وخا بالنسبة ترابية وآآ نارية والان سنرى ما هي طاقة العزب ماذا يحدث مع العزب وبالنسبة للعزب يعني كل من ليس لديه علاقة يعني كان المطلقون والأرامل كذلك يعني ينتمون لمجموعات العزب بالنسبة لي وخا يعني بالنسبة لي العزب هم من ليست لديهم علاقة كان مطلقون أو أرامل كانوا أرامل أو يعني ما تزوجوش في حياتهم فهمتوني يا وخا إذا لنرى ماذا يحدث مع العزب ماذا يحدث مع العزب عزيزي العازب كنت مطلقا أو كنت أرملا أو عازبة أو عازبة أنا أتكلم مع الرجل والنساء من جديد كنشوف أن إنسان من الماضي سيعود شخص من الماضي يعني لم يعني ما كانش على بالك أبدا لم يخطر على بالك أبدا أنه سيظهر في حياتك هذا الإنسان وخا ويريده يعني بداية معك يريده بداية معك البعض منكم ربما سيرفضون هذا الإنسان سيرفضون لكن هذا الإنسان قد يكون زوج يعني زوج بالنسبة للمطلقين ربما هو زوجك يعني زوجك نعم كان زوجك الآن لا هذا الإنسان سيعود ويريد بداية معك والآخرون يعني هو شخص من الماضي كتعرفو وإن لم تكن يعني تجمعوكم يعني ما كان عندك محتشي حاجة مع هذا الإنسان لكن كتعرفو من الماضي ولم تجمعوكم أي علاقة ويريده الآن بداية معك وهو معجب بزاف معجب معجب ومهتم بك بزاف بزاف نعم ويريده بداية معك لكن أرى أنه يعني أنتم ربما سترفضون هذا الإنسان هذا الشخص لكن هو معجب بزاف بزاف بكم معجب بزاف لكن أنت سترفض هذا الإنسان سترفض هذا الإنسان لا أدري لماذا لكن أنت يعني أراك يعني طاقتك هي الكبرية لا تريد حتى رؤية هذا الإنسان مهم شرحوا لي أنتما لأني يجب أن أتبع القراءة وخة لكن هذا الإنسان يريد أن يهب لك حب وأنت لا تريد حتى رؤيته حتى وإن كانت معه يعني بالنسبة للمطلقين إذا كان زوجك من الماضي يعني لا تريد حتى رؤيته لكن بالنسبة للعزب هو فقط شخص يعني كتعرفوه لكن هو مهتم بزاف ومعجب بك وكذلك لا تريدون يعني لا تريدون مهم شرحوا لي أنتم في التعليقات ماذا يحدث لأني لا أفهم لا أفهم لكن هذا ما يقوله أطاروك هذا الإنسان معجب يعود من البعض لكن أنت عزيزتي يعني كبرياءك يعني طاقتك هي الكبرياء ولا تريدنا هذا الشخص لا تريدنا هذا الشخص مهم والآن لنرى ما هي طاقة المنفصلين ماذا يحدث مع المنفصلين بالنسبة للمنفصلين عزيزتي أنت تطلب العدالة تطلب العدالة يعني أنت طاقتك هي التعب والإرهاق لدرجة يعني ما كتقدرش تتنفس لا يمكنك حتى التنفس وأنت تدعو الله يعني العدالة تدعو الله يعني أن تحدث معجزة يعني هناك ظلم نعم هناك ظلم وأرى يعني حزم وبكاء يعني كي تسد الباب عليك وكي تبكي في الليل لوحدك لكي لا يراك أحد نعم وتعاني في صمت حبيبي أو حبيبتي تعاني بزاف في الصمت أتذكر أني لم نسيت ما قلت الطاقة ديال العزاب بالنسبة للعزاب هي طاقة مائية وهوائية وخا طاقة مائية وهوائية بالنسبة للعزاب مائية وهوائية مائية عقرب حوت مثلك أو سرطة وهوائية دلو ميزان وجوزاء وخا هذا بالنسبة للعزاب لنواصل قلنا أن طاقتك بالنسبة نحن دبا مع المنفصل طاقتك هي الحزن تبكي بزاف يعني عيت بزاف عيت عيتي وتعاني في الصمت تعاني في الصمت وتخفي المشاعر ولا تخبر أحد بهذه المشاعر لا تخبره أحدا يعني تخبيها غير غير الرزق نعم هذا يعني هذا الحزن الكابير وهذا الألم الذي كتحس به عزيزي برج الحود جعلك تفكر يعني تفكر بتغيير هذه الوضعية المؤلمة نعم وعيتي من هذا الانتظار الطويل عيتي عيتي وتطلب يعني هذه العدالة السماوية وهذه أنت يعني الحكمة بدأت تتصرف بحكمة وقد تفكر في نفسك قليلا لأنك يعني أنت مظلوم ومع ذلك ما زلت تفكر في هذا الانسان يعني سبا نغمال هذا غير عادي يعني هذا الانسان ظلمك بزاف نعم أنت تصرفت مع هذا الحبيب بإلحاح وإصرار يعني لم تستسلم كتحبه بزاف ولم تستسلم لكن لم ترى أي نتائج لم ترى أي نتائج يعني إيجابية فقط رأيت تجاهل وهروب وظلم نعم أنت عيشت ظلم وهذا التفكير في هذا الحبيب ليلة نهار ترى أنه يعني يسرق من طاقتك يعني كيفاش نقوله يعني نزف نزف مهم ما تديروش عليا وما تتحكوش عليا يعني استنزاف نعم استنزاف الطاقة استنزاف الطاقة يعني بقيت بلا طاقة لكن ما تقدرش حتى تنفس لسبب هذا الآلم والآن بدأت أنت تركز تركز يعني أنت تتصرفت بحل مجنون أنت يعني هذه الكفاح من أجل هذا الحبيب والإصرار والإصرار وهذا كرت المجنون يعني هذه البراءة ديالك تجعلك هكذا لا تتصرف يعني كتبع غير قلبك نعم ودابا الأمبراطور تريد أن تتحكم في هذه الوضعية يعني كرت الأمبراطور تريد أن تكون أنت أمبراطور حياتك يعني أنت من يسيطر على حياتك وليس هذا الآلم وهذه المشاعر التي يعني ما كانت الدكحة لشي بلصة فقط للبكاء والحزن وخا أنا كانت تأثر بزاف لأني أحس بمعاناتكم وكنتأثر معكم بزاف وخا إذن لنرى الآن ماذا ستفعل عزيزي بداية جديدة نعم أنت الآن ستتحرك لكن بطريقة أخرى بداية جديدة ما زلت تحبه ما زلت تحبه ولم تفقد الأمل هو هو كذلك يحبك لكن هو يعني طاقته هو العاشق الأناني نعم دبا نشرح لكم أنت طاقتك الآن هي التغيير ماذا يعني ذلك يعني الاختفاء أنت الاختفاء والعزلة هذا يعني ستتحرك هذا يعني ستتصرف بطريقة أخرى لماذا لتدافع عن نفسك نعم هذا كرت الشيطان تقول الحركة لكن حركة مختلفة نعم حركة مختلفة لصالحك نعم أنت تغير طاقتك وتفكر في نفسك قليلا وخا تفكر في نفسك يعني بدأت تحب نفسك قليلا وماذا سيحدث مع هذا الحبيب ماذا سيحدث ماذا سيحدث هذا الحبيب سيعني هو سيبحث عنك لترفع معنوياته لأن يعني اختفاءك وابتعادك يعني كينزل المعنويات دياله يعني هذه أنانية العاشق من جديد نعم لماذا لأنه هو دائما واثق أنك هناك دائما هو دائما هناك ويفعل ما يشاء يمشي ويذهب ويعود لأنه يعرف أنك دائما تنتظره مثل كما أقول دائما مثل ماء البئر يعني هو عندما كيعتش عندما يعتش يذهب للبئر يحمل الماء وكيشرب والأن أنت صرت مثل النهر يعني مع النهر التي تسافر ولا تبقى ولا تستقر في مكان آخر نعم وهذا سيجعله هو يعني نعم شوفوا الله سبحالله العظيم شوف يعني أنا أقشعر يعني شوفوا ش غادي يدير الحركة غادي يجيب هالحمق العربة يعني سيتكلم مش غادي يتكلم سيأتي سيأتي يعني هناك تواصل أكيد لماذا لأنه يتألم ذكرت المشاعر والمعنوية دياله لأنك لست هناك ماذا سيفعل العربة سيتصل بك كانت قراءة جميلة جميلة وقوية الله بالنسبة لطاقات المنفصلين هي طاقة مائية مائية نارية مائية وهوائية نعم مائية وهوائية وكذلك نارية مائية هوائية ونارية نعم لكن المهيمية المهيمنا هي المائية والهوائية وخاف كانت قراءة جميلة وقوية بزاف الله لا أحس بهذا الطاقة كانت قراءة مؤثرة قراءة جميلة ومؤثرة جميلة بزال أتمنى هذه القراءات تساعدكم أتمنى أن تساعدكم يعني القراءات قراءة طارد لا تعطيكم الحلول ولا تقول لكم كيف يجب أن تعيشوا لكن تعطي لكم إشارات وعلامات لكي تساعدكم في هذه الحياة خاصة الحياة العاطفية السمرة ما هي النصيحة السماوية وملائقات الحق تقول أنت لديك القدرة استعمل قدرتك لإيجاد حلول لهذه الوضعية يمكنك فعل ذلك وهذه تقول تعطي فرصة لهذه العلاقة يعني منحي له وقت منحي للحبيب وقت منحي لحبيبك وقت أنت تستحق الحب أنت تستحق بأن يحبك تستحق بأن يحبك يعني ما رأيناه في القراءة يعني تقدر نفسك أنت مدم الآخر لا يقدرك فقدر أنت نفسك فأكيد أنه سيغير يعني عقليته وهو سيبدأ في تقديرك وخا كانت مننا لك كانت مننا يربي تستفدو من هذه القراءة أو تساعدكم ولو قليلا وكانت مننا لكم الخير يا رب كانت مننا الله يحميكم الله يخليكم لي كنحبكم بزاف كنحبكم بزاف شكرا على تعليقات دياركم حتى أنتم ما كترفعون من معنوياتي من خلال كلامكم الجميل واللطيف كان حبكم بزاف أنا أعرف أنها يعني كلامكم كذلك صادق وكذلك أنا مشاعري صادقة تجاهكم كان بغيكم والله العظيم كان بغيكم كانت مننا لكم الخير كانت مننا لكم الخير كانت مننا لكم بالخير أقولها ثلاث مرات باش تحقق يا ربي الحبيب شكرا لكم